السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً أعزائي طلبة Introduction to IT and IS النهاردة عندنا فيديو Summary Week 3 وده هيكون أول أسبوع في الكتاب المرجعي الخاص بالمادة هنتكلم على Foundations of Information Systems in Business يعني إحنا في أول فصل هنبدأ نتعرف يعني إيه Information Systems إيه فوائدها إيه أهم العناصر اللي لازم تكون موجودة عشان يكون عندي Information Systems ناجح وفعال خلونا قبل ما ننتقل ونبدأ نتكلم عن كل محتويات الفصل نلقي نظلة سريعة على كل فصول المنهج لعمل خريطة ذهنية بسيطة عشان تقدر ترتب الفصول في دماغك وكل الأفكار لأن بمجرد معرفتك كل فصل بيتكلم عن إيه بهيدلاينز أو بمجرد عنوين ده هيسهل عليك الحفظ بعد كده لما تبدأ تاخد المنهج كله عملت لك هنا ملف بسيط صورة أو تاكست هتلاقيه مرفق في أول ويك يعني فيديوهات ويك وان هتلاقي معهم التاكست والصورة برضو لو معرفتش توصل لهم رجاء أن تواصل معنا على الدعم وهيتم إرسالها فور اتكلمنا في أول أسبوع على الديستروبتيف لانسكيب شو عرفنا يعني سمارت سيتي وعرفنا يعني إيه أو البنيفتس أوف السمارت سيتي يعني إيه سمارت ترانسبرتشن وهكذا الماينسيت والبراكتس أوف تيكنولوجي انوفيشن إيه طرق الابتكار في التكنولوجيا إيه هي الخطوات الرئيسية الخمسة اللي بنمشي عليها وهذا ما يعرف بالدزاين تينكين وبعد كده وصلنا ويك ثري وهنتكلم عن أسس الانفورميشن سيستمز تلاحظ أن من أول ويك ثري وفور وفايف دول من الكتاب المرجعي يعني بإمكانك الرجوع إليه إذا احتجت شيء وبعد ما ننهي الحديث عن الرفرنس بوك أو الانفورميشن سيستمز بالتحديد هنرجع تاني نتكلم على التكنولوجي التطورات الموجودة عندنا في مجال التكنولوجيا خلونا بعد كده نبدأ ونشوف الفصل بتاعنا النهاردة عاوز يتكلم عن إيه محتويات الفصل النهاردة عندنا عشرة محتويات أول حاجة هيعرفني يعني إيه آي أس بعد كده نبذة سريعة عن الإي بيزنس وده هيكون له فصل منفصل ألا وهو الأسبوع الخامس بعد كده أنواع الانفورميشن سيستمز المشاكل والتحديات اللي ممكن تقابلك وأنت بتحاول تدير آي تي وآي أس سيولوشنز المشاكل الأثيكل أو الأخلاقية الخاصة بالآي تي والآي أس إيه هي فوائد الآي أس أو أهميته هنتعرف على مفهوم السيستم وهنعرف ده إزاي هيفيدنا في فهم معنى الانفورميشن سيستمز كل محتويات وعناصر الانفورميشن سيستمز أو الكمبوننتز أنواع الموارد اللي محتاجها عشان يكون عندي آي أس أو ممكن نقول أنواع الموارد المستخدمة في الآي أس وبعد كده وآخر نقطة ما هي الخطوات الرئيسية المستخدمة في أي آي أس سيستم عشان نبدأ نقول إن احنا بنستخدمه استخدام صحيح فهيبدأ معايا في أول نقطة ويديني تعريف الانفورميشن سيستمز أهم حاجة تكون عارفها إن هي مكونة من خمسة عناصر وليها أربعة أهداف يبقى هي مجموعة من الموارد زي البشرية والهاردوير والسوفتوير والديرة والنتوركس والبروسيجرز أو كل الخطوات اللي بناخدها لإتمام مشكلة أو لحل مشكلة طيب المجموعة دي مع بعض بتعمل إيه؟ أربعة حاجات بنخزن الديتا ونقدر بعد كده نسترجعها بنحول شكل الديتا من شكل إلى آخر وبنوزع الديتا على كل الناس الموجودة في الأورجنيزيشن طبعا الديتا بعد ما بتخش وبتعملها بروسسينج ويكون لها معنى مفيد بنطلق عليها مصطلح الانفورميشن أو المعلومات بيديك حاجة اسمها الفريم وورك ومفهوم الفريم وورك هنا هو هيكل تنظيمي يساعدك عشان لما تيجي تطبق أو تستخدم عندك الـ IS أو غيره من أي الفريم وورك تعرف إزاي تطبقه بطريقة صحيح فبيقولك لازم وانت بتفكر تعمل الـ IS عندك تنظر إلى خمسة عناصر أو خمسة جوانب أساسية foundation concepts أسس وجوده وطريق التطبيق information technology التكنولوجيا اللي عندك من hardware وsoftware وdata وnetworks هل هي تسمح أن يكون عندك information systems business applications طب انت لقيت عندك أسس وجود الـ IS ومفاهيمه وعندك الinformation technology هل عندك له احتياج في البزنس هل عندك له تطبيق عملي ولا انت عاوز يكون عندك IS لمجرد وجود الـ IS رقم أربعة development process طريقة تطويره طريقة إيجاده في الشركة وإحداث تغيير وآخر نقطة بعد ما انت طورته وكان عندك نيد وبالفعل بقى عندك IS عندك صعوبات وتحديات في إدارة الـ IS طيب ايه دور الـ IS في البزنس 3 أشياء رئيسية أول حاجة الـ high level support for competitive advantage وهنعرف الفصل القادم يعني ايه competitive advantage وكيفية تحقيقه support decision making هيقدر يساعدني في أخذ قرارات بسبب وجود المعلومات عندي متاحة support business processes and operations في العمليات اليومية بيقدر يساعدني ان انا اعمل لها اتمام على شكل صحيح تلاحظ هنا ان انا عندي مساعدة او عندي دور للـ IS في كل level من الشرك top level يعني عند المديرين والfounders اصحاب الشركات middle management اللي هم مديرين لكن في بعض الاقسام او الفرق الصغيرة والlow level او بنقول عليه الفرونت تير ده اللي هو عند جميع العمال اليومية بعد كده هنا بيسألني عن تاريخ الـ IS في الحقيقة الجزء ده مش مهم قوي لكن في مرة واحدة في امتحان على مرة سنين طويلة جدا سأل سؤال عن الحقبة الزمنية فحاول تلقي عليه نظره بعد كده هيكلمني بنبذة بسيطة ومقدمة صغيرة عن معنى الـ E-Business وبعد كده هنمسكه بالتفصيل الممل في week 5 فيجيلك هنا two definitions مع بعض ما معنى الـ E-Business وما معنى الـ E-Commerce وايه الفرق ما بينهم الـ E-Business هو استخدام الـ Electronics او استخدام بقى الـ Internet والـ IT عشان يكون عندي value عشان يرجع لي قيمة من هذا الاستخدام لذلك بنقول على الـ E-Business The Online Exchange of Value It is the use of Internet and IT to support any kind of business activity طبعا من الـ Business Activities حاجات غير البيع والشراء لكن تشمل البيع والشراء طب تعالوا ننظر كده للـ E-Commerce The buying, selling, servicing and marketing of products, services or information over the Internet يبقى الـ E-Commerce هنا مسك جزئية معينة هي البيع والشراء وكمان التسويق لمنتجاتك وخدماتك لكن مش بالضرورة معنى الـ E-Commerce استخدام الـ E-Business او استخدام الـ IT والإنترنت عشان تعمل اي نوع من الـ Business Activities الـ E-Business يعني ما كلمنيش عن الـ Dissemination of Information توزيع المعلومات على كل عضو موجود عندي في الشرك لكن دي تكون موجود عندي في الـ E-Business يبقى الـ E-Business أشمل وأعام من الـ E-Commerce دي أهم نقطة لازم تكون عارفة وطبعاً باين عندك الـ Keywords اللي تفرق لي الـ To Definition بعد كده اتنين Definitions برضو مع بعض الـ Intranet والـ Extranet الـ Intranet هي أي شبكة معلومات لكن داخل الشركة لكن الـ Extranet هي بتعمل Connection للشركة بالعالم الخارجي طبعاً بتعمله Connection هنا خاص بي لأن لو احنا بنقول Connection بالعالم الخارجي في العموم فاللي بيعمل كده عندنا اسمه الـ Internet فالـ Extranet ممكن تكون شبكة موحدة بين الموردين وبين بعض الشركات المتعاونة لكن خاصة بيهم فقط آخر حاجة عاوز يكلمني عنها بتستخدم الـ IT والإنترنت هي الـ Enterprise Collaboration System أو الـ ECS ضي بعض الـ Software Tools أدوات الـ Software بتساعدك على 3 كلمات كلهم C يبقى ثلاثة C Communication, Coordination and Collaboration يبقى هنا بتساعدني على التواصل وتنظيم حركات كل عضو أو كل شخص في الفريق ومساعدتهم على التعاون وده يمكن مش هنتعرف عليه بعد ما تم حذف النقطة الخاصة بأنواع الـ ECS لكن بيكون فيه Software للتواصل Software للـ Coordination Software للـ Collaboration أو Video Conferencing وغيره طب إيه الأنواع الأساسية اللي موجودة في الـ Information Systems ويمكن فوتنا الحتة دي من الحقبة الزمنية لكن تعالوا نعرف الأنواع الأساسية والنقطة دي مهمة جدا في الـ Chapter ده عشان هو في الأول وفي الآخر Chapter تعريفي عندين ثلاثة أنواع Operation Support وده اللي قلنا عليه Low Level وبيعمل Support لكل الـ Processes اليومية يعني مثلا كل يوم بنعمل إنتاج لمنتج معين أو تسويق أو بيع أو شراء فكل دي عمليات يومية وعندنا Management Support Systems وهنا دي تشمل الميدل والـ Top لكن هنا مركز أكتر على الميدل بعد كده عندنا Specialized Processing Systems أو Specialized Information Systems دي برضه تستخدم في الميدل وكمان اللو وكمان الـ Top Level لكن لها أهداف معينة فمحطوطة في Category خاص بيها أو في تقسيم خاص بيها خلونا نبدأ بأول نوع الـ Operation Support هتلاقي عندك ثلاثة أنواع مذكور الـ TPS أو Transaction Processing System قال لك دي مسؤولة عن Recording بتعمل تسجيل وحفظ لأي عملية تجارية أو غير تجارية بتحصل في البزنس أي عملية بتتم في البزنس أشهرهم الفواتير يعني عملت عملية بيع أو شراء زمان كان كله ورقي قال لك الـ TPS خلى الموضوع ده بقى On Digital Format أو على شكل الرقمي Processing Control Systems قال لك أنا دلوقتي شغال في مصنع وعندي كم هائل من الآلات يعمل عاوز أشوف إيه أخبار الآلات إيه حالة الإنتاج هو ده الـ Processing Control System ونرجع ونذكر تاني الـ ECS Enterprise Collaboration Systems زي ما اتفقنا من Support, Teamwork أو Communication, Coordination and Collaboration يبقى دي كلها حاجات يومية طب بالنسبة للمانجمنت قال لك عندك أهم نوع ظهر في بداية المانجمنت انفرميشن سيستم هو ما يعرف بالمانجمنت انفرميشن سيستم أو الـ MIS قال لك ده مهتم بالمانجمنت لفل والتوب لفل ديسيجن ميكين إزاي؟ بيكرس ويجمع جميع المعلومات من كل الأقسام وكل الـ Information Systems المختلفة عشان يجهزها للـ Top Level Management على شكل مختصر يقدر من خلاله يستغله في أخذ قرارات صحيح Decision Support System ده بطريقة أو بأخرى بيقدر كذلك يساعد المانجمنت انه يعمل قرار صحيح Executive Information System ده مخصص فقط للـ Top Level Management وبيديهم انفرميشن محددة Filtered أو مفلطرة أكثر عن المانجمنت انفرميشن سيستم طب وآخر نوع عندنا Specialized Processing Systems ده كل واحد منهم في وادي مختلف زي مثلا الـ Expert Systems الـ Expert Systems هتبدأ تحط بعض الـ Variables متغيرات رقمية ويساعدك الـ Expert System في اختيار القرار الصحيح على حسب تغيير هذه الأرقام والمتغيرات يعني هو بيعمل كل أنواع وكل الـ Combinations من كل القرارات اللي ممكن تأخذها ويوريك الـ Effect أو التأثير بتاعها على القرار بتاعك أو على المتغيرات بتاعك Knowledge Management System قالك دي مسؤولة فقط عن تجميع وتوزيع المعلومات Strategic Information System قالك دي مسؤولة عن تطبيق الـ IT يعني هيساعدك أنك تضع الـ IT أو كل الـ Information Technology موارد تكنولوجيا المعلومات اللي عندك عشان تستخدمها بطريقة جيدة ويجي بقى هنا نقطتين مهمين جدا 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 وهو الفارق بين الـ Functional Business Systems أو Information Systems والـ Cross Functional Information Systems دي ممكن نقول عليها برضو تقسيمات مختلفة يعني هنقول عليها فئات أو أقسام مختلفة طرق من تقسيم أنواع الـ Information Systems طب الفئات المختلفة أو التقسيمات المختلفة دي قالك الـ Functional مهتمة بقسم واحد تعمله Support للـ Basic Functions يعني قريبة بعض الشيء للـ Processing Control Systems لكن مضاف إليه TPS يعني ده لوحده بحاله بنفسه يقدر يعمل إدارة أو مساعدة لقسم كامل طب من ناحية الـ Cross Functional Systems قالك they support a number of functions وهنا معنى function معناها Department يعني تلاقي إن انت بقى عندك على سبيل المثال TPS أو Transaction Processing System واحد لجميع الأقسام سيستم واحد بس يعمل للجميع طبعا كل الأشياء اللي تعمل للـ Top Management تعد من أنواع الـ Cross Functional Systems طب ليه؟ هقولك عشان دي مسؤولة عن جمع المعلومات من كل الأقسام فهي بطبيعتها موجودة ومنغمسة في جميع الأقسام طب بعد كده بيقول لي عندك بعض التحديات وإنت بتحاول تستغل الـ Information Technology عشان تطبق من خلالها Information Systems أولا الـ Business والـ IT Challenges هل أنا محتاجها؟ إيه الـ Requirements اللي أنا محتاجها؟ وهل أنا بالفعل محتاج أطبق IS؟ والـ Integration طرق إدخالها على المنظمة لأن دلوقت إحنا كنا شغالين بـ System قديم إزاي هنقدر نعمل replacement؟ إزاي هنشيل ده ونحط ده؟ في مشاكل في الـ Development إزاي هقدر أطور عندي الـ Networks واستخدام الـ Web عشان يواكب العصر اللي أنا متأخر عنه؟ ما لو أنا بعمل لسه تفكير في إدخال الـ IS يبقى أنت أكيد متأخر طب إيه الهدف من كل ده؟ Increasing customer satisfaction Increasing efficiency الجدوة Increasing effectiveness الفعالية يعني هل أنا بالفعل الـ IS له لازمة عندي ولا لأ؟ والـ Effectiveness هنا تنعكس على زيادة الماركتينج زيادة الـ Revenue أو المكاسب طب إزاي بقى أعمل Development أو الطرق اللي ممشي عليها؟ خمس خطوات عشان أطبق الـ IS عندي أول حاجة الـ Investigate ودي هقدر من خلالها أطلع بهل أنا محتاجه ولا لأ؟ بعد كده الـ Analyze يمكن أكون محتاجه لكن في الوقت الحالي معيش الموارد أو معيش المال الكافي أو أنا ما عنديش سبب مقنع لإدخاله يعني الفوائد اللي هكتسبها منه غير كافية وغير مقنعة Design هشوف إيه الـ IS اللي أنا محتاجه وإزاي هطبقه؟ هل هروح أنا أعمله بنفسي؟ هروح لشركة تقدر تطبق لي الـ IS أو اشتري منه؟ كل دي أفكار ببان في الـ Design Implementation هو إدخاله وبداية استخدامته في المنظومة طبعا هنا هيكون فيه training لازم أدرب العملاء وكذلك كل الموظفين على استخدام الـ IS maintain الحفاظ عليه وكمان إدخال أي إصدار جديد عليه يعني هعمله updates طيب النوع الأخر من التحديات تحديات أخلاقية والتحديات الأخلاقية ملخصة عندي في الصورة دي هتلاقي هنا بنتكلم على الـ Applications وقلنا دي اتكلمنا عنها بكفاية وخلاص طب إيه هي المشاكل الأخلاقية اللي ممكن تظهر وعواقبها وردود الأفعال الصحيح هتلاقي إن موظمهم خاص بالمعلومات وأمن المعلومات وخصوصية المعلومات يعني هنا الـ Privacy إن هنا الناس هتبدأ تسأل أنتو عندكم TPS عندكم Customer Relationship Management عندكم HR دي كلها معلومات بتجمعوها عني عشان تاخدوا قرارات صحيحة عشان تقدروا بعد كده تبيعوا لي أكتر طب إنتو ليه بتستخدموا الـ Information بتاعتي In Accurate Information وجود معلومات خاطئة إذا كانت مدخلة خاطئة عن عمد أو حدث مشكلة طب إيه كمان Collusion طب يعني إيه Collusion Collusion هنا معناها المؤامرة زي كلمة conspiracy يعني الناس اللي معاه الـ Information وموجودة عندي في الـ Middle Management ممكن يستغل المعلومات دي وينشئ الشركة الخاص بيه ما هو معاه كل معلومات العملاء طب إيه المشاكل اللي ممكن تحصل Consumer Bykots إن العملاء اللي عندي يبدأوا يهجروا شركتي يعني هيحصل عندي عملية مقاطعة طب إيه كمان قالك ممكن إن الناس تبطل تعمل مثلا مش عجبها سياسة الخصوصية طب هرد على المشاكل دي إزاي؟ يكون عندي Code of Ethics كل الأخلاقيات مدونة لازم نمشي عليها عندي Certification تضمن لأي حد بيتعامل مع هذه الشركة إن هي عندها ضوابط في المكان الصحيح طيب بعد كده هيقول لي إيه أهمية الإس ودي يمكن تقدر تتكلم فيها زي ما تحب يعني هيقول لي It plays an important role as the basic functions يعني بيساعد في ال basic functions بيحسن من efficiency والeffectiveness وأكيد بيحسن من decision making وده ينعكس على وجود competitive advantage كل الكلام ده لسه قيلينه فوق طب ننتقل بعد كده يعني إيه system وإيه components الأساسية في ال system إحنا عمليين نقول information system information system طب هو يعني إيه system يمكن فهمنا يعني إيه information تعالوا نفهم يعني إيه system أول حاجة تعريف system هتلاقيه قريب جدا من تعريف ال IS It's a set of interrelated components with defined boundaries working together to achieve a set of goals through input, output and processing أهم حاجة تذكر هنا عندك إن هي كذلك مجموعة أو مزيج من العناصر زي ال IS ال IS كان عنده ستة عناصر بداخله وبيحاول يحقق أربعة أشياء ال system بيقولك إنه بيحاول يحقق مجموعة من ال goals فقط لاير يبقى ده الفرق في ال definition في نوع مميز من ال system اسمه ال cybernetic system قالك ده برضه نظام لكن عنده feedback and control أقدر أتحكم فيه وأعرف رد الفعل على كل خطوة بتتم طب بالأخص بقى أو بالتفصيل feedback and control feedback is dangerous about the performance of a specific system هي بيانات تعكس لي أداء system محدد والcontrol هو monitor and evaluation وكذلك إنه نقدر أعدل فيه في أي system عشان أعرف مدى جدوته أو مدى الفعالية طب نوع آخر من ال system أهو نوعين عندي ال open وال closed وديه التصنيفات الرئيسية لل system ال open system هو نظام لكن عنده interaction تعامل مع البيئة المحيطة لكن closed system is unable to be affected or cannot affect the surrounding environment يعني مثلا الجسم البشري فيه أعضاء وفيه components كلها تعمل على بعض الأهداف مثلا تحقيق حاجة في العالم أو الحفاظ على الصحة وحفاظ على كل الأنظمة اليومية لكن هنقول عليه open system لأنه بيأثر وبيتأثر بالبيئة المحيطة وهنا بقى معنى environment أو البيئة هو المكان اللي بيتم فيه تحرك ال system والحاجة اللي أنا بقدر أعمل لها effect أو تعملي effect طب ايه هي العناصر أو الموارد الأساسية اللي أنا محتاجها في ال is دي قريبة جدا برضو من ال five concepts اللي تكلمنا عنها اللي كانت في ال هيكل اللي هو ال framework people software hardware network and data محيطة فضلي هنا بس procedures ويمكن دي مش هنتكلم عنها بالتفصيل فهنا بيكلمني على كل واحد من ال resources دي فعندي ال people resources نوعان الناس اللي هي بالفعل تعمل على تطوير ال is والناس المستخدمة الناس المستخدمة ممكن تكون مجرد عملاء أو كمان الموظفين ال hardware عندي الماشين والميديا الآلات وأماكن التخزين software عندي ال programs وكمان ال procedures ال programs هنا التطبيق نفسه لكن معنى procedure هي طريقة استخدامه عشان كده قلتلك لازم يكون عندك training في فترة ال implementation ال network هنا جميع عناصره وطريق التنظيم الشبكة ال data قلتلك عندنا معنى ال data هي raw facts and observations شوية بيانات لكن بمفردها ملهاش معنى أو المعنى مبهم لكن ال information لها معنى وصياق ومن هنا بتقدر تستفيد بيها آخر حاجة بيقولي عليها أن كل أو أي information system ما عندك لي activities محددة يعني تقدر نطبق الكلام ده على أي اس ونقول إن دي الخطوات الموجودة لاستخدام ال اس بمختلف أنواعه data entry لو ال input بعد كده عندي processing يعني زي ما انت نلاحظ أنا قريب جدا من أي استخدام لأي كومبيوتر وبعد كده ال output وده كنا بنقول عليه ال ipo model وبعد كده عندي خطوتين زيادة بعد ما اعمل processing output حروف هعمل storage عشان استفيد بيها long term أو بعدين وبعد كده عندي control هل خطوة ال processing دي بالفعل شغالة بطريقة صحيحة ولا لأ أنا هحاول أعمل لها control بكده نكون وصلنا لنهاية week 3 وكان أول chapter عندنا في الكتاب المرجعي وبإذن الله نستكمل في بقية الفصول القادمة